ازايكوا عاملين ايه وحشتوني جدا 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 واهلا بيكوا في حلقة جديدة من البرنامج يا رب يعني الحلقة دي تكون احلى حلقة في البرنامج وانا اسمي هانا محمود وانتوا حشتوني اوي 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 والنهاردة هيكون معينا مباركات وهنعمل تقربة وهنكلم على حاجة كده وانتوا حشتوني جدا 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 بجد يعني ويا رب الحلقة دي تكون يعني حلقة حلوة قوي فهنروح فوصل ورجع تاني اوي مساء الخير ابدأ ولا ابدأ ولا تبدأ انت انا ابدأ ورجع للكو تاني بعد الفاصل مع امه وبركات وهنعملكو تجد انا كنت عايز ابدأ معلش انت بش قلتلي انت هتبدأ ده اخيان دي غفلتيني لسه بس عده اشان ابص كده واقول لقيتك انت انا ابدأ انا ابدأ ازايك عام وبركات ازايك انت عامل ايه انا الحلوة والجمال والشياكة والرواع والحلوة دي شكرا هل تعلمي انه انا جاي خلاص اش اقول بقى لا لا خلاص اصلي ما هتحسد في ايه امر انا امر هتحسد اموما انا بس عايز اقول لالناس كل سنوانتو طيبين وحشتونا جدا 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 وانتي عارفة ان الله هنتكلم علي اه بس ما هخليها مفاجأة لا طب ما اقول لان المفاجأة ما تسبيلي حاجة كده حسي بها بدوري في البرنامج يعني ولا انت هتاخد كل حاجة وتاخد التجربة وتاخد الديني فرصة اقول حاجة يعني مش عارف ايه طيب انا عايز اقول اولا ان شاء الله ان شاء الله هنعرض الاعلان بتاع فيلم ام 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 فلسطين حرة ان شاء الله يعني يبقى حاجة كده هتعجبكو عشان لما الفيلم ينزل ان شاء الله ان شاء الله يكسر 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 الدنيا وعايزين نقول كمان قبل ما نبدأ الحلقة اللي احنا هنتكلم النهاردة عن دور الاب والام في حياة الابناء او في حياة اولادهم ودي حاجة مهمة جدا 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 مهمة ولا مش مهمة من وجهة نظرك مهمة جدا مهمة جدا طيب ناخد ديتين وبعدك انا اعمل التجربة اوكي طيب انا عايز اقول بكل بساطة واختصار للزمن واختصار للوقت عشان وقت البرنامج باختصار كده وبساطة انا عايز اقولك على حاجة يا هنه فضل اعرف واحد ابوه كان شخص طيب جدا 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 وكان بيحب ولاده جدا 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 فوق الوصف يعني بيدلعهم كل الدلق بس مش بيدلعهم يعني بطريقة وحشة وبيدلعهم مثلا انه يعود يديهم فلسة اللي هم روحات اللي انتوا عايزينه لا يعني بيدلعهم حب بيحضنهم بيبصهم بيلعب معاهم بيخرج معاهم يعني مهتم بيهم اوي 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 بعد كده حصل ظرف والراجل ده تحول شرير الى حد ما كويس يعني بقى قاسي بقى شوية بقى بيعمل اولاده وحش بقى فيه سنة ظلم كده بسيطة في التصرفات كويس ثم بعد كده مات وتوفاها الله كويس تفتكري بقى اولاده يعملوا ايه يا ترى ها يعياته يعني اكتر بالنسباني الحنية الحنية وفعلا هو ده اللي حصل وهو ده بقى اللي انا عايزة اتكلم فيه ان حنية الاب والام على اولادهم هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتنفع سواء انت حي او سواء انت ميت ليه لو انت ميت هيدعولك هيفتكروك بالرحمة يعملوا حاجات كتير جدا تؤهلك اللي انت تدخل الجنة حتى لو انت غير مؤهل دي نقطة النقطة التانية طب لو انت عايش هتلاقيهم لما بتجبر وتبقى يعني عايز تجيب كوباية المية كده بس مش قادرت تقوم هتلاقي ابنك او بنتك بيقوم يساعدك وبيجيب لك كوباية المية يعني اللي انا عايز اقوله اختصارا برضو للوقت عشان وقت البرنامج حبوا ولادكو وقربوا من ولادكم وعرفوهم الصح والغلط والغلط ايه الغلط ده؟ الغلط الغلط شيفي مش لكم تقولك في البرنامج مش عايزك تتكلمي بسرعة عشان مش عارف ايه؟ حصلت؟ اوه شيفي انا بقى لما اتكلمت بسرعة بقيت الكلام بيقع مني فيا ريت عشان تعرف بس ان الكلام اللي احنا بيقوله كلام بفلوس يعني اتفضل اتفضل ماشي المنبي ما تتقمصيش الدور على ايه او عشي ايه برتبك انا عاشش حاجة ارجوك يعني ارجوك تمام؟ فاختصارا برضو يا ريت يا جماعة ناخد بالنا من ولدنا ارجوكوا ارجوكوا واحد اعلموهم الاخلاق تبقى ازاي؟ الاخلاق دي اصلاها اساس اي حاجة الاخلاق هتعلمهم الموادة هتعلمهم الرحمة هتعلمهم ازاي ياخدوا بالهم من نفسهم ياخدوا بالهم من ابوهم واموهم يعني حب ابنك عامله كويس ولحق الوقت قبل ما يجري عشان الاطفال دي بتكبروا معاها كل مشاكلها النفسية وكل الحاجات الايجابية اللي في حياتها يعني لو عملتهم وحش ازيتهم ايا ما يكون بيكبروا كده قربت منهم حبيتهم حوضت نفسك بيهم هتلاقي خير وهتلاقيهم سند في النهاية فخلي بالك خلي بالك خلي بالك دور الاب والام في حياة الاولاد مهم جدا جدا وربنا يرحمنا جميعا ايوا اوكي ايوا نعم احنا عايزين نشوف اعلان الفيلم فممكن تعملي التجربة لشأن احنا عايزة نشوف اعلان الفيلم لو سمحت طبعا انت بتيجي ولا بتقول لنا ايه التجربة ولا هتعملي ايه تروح جاي على هوا كده ربنا يا يسر تروح ما تعملش حاجة تتفجر مرة وحدة كده لا امش هزا تتفجر هو أنا أشرح التجربة بعد ما أعملها يا ربي يبقى فيه وقت أوكي أنا أحتاج طب أنا أساعدك في حاجة تحب تساعدني أنا معيك أساعدك طبعا أنا حاسة أنت أساعدني فأساعدك ماشي خليك تساعدني قبل ماشي أول حاجة أنا أحتاج كاكاو معلقة كاكاو هنجيب معلقة كاكاو بس ببساطة أفتح لك دي وأنا أحتاج زي حاجة زي كده كوباية كوباية زي كده فيها يعني شويك لبن أعادي على الطبع ولا شيلها لك مع الطبع لا عادي ماشي طبعا طبعا زي كده في لبن أنا ممكن أعمله كده ده اللبن يا جماعة لا لا مش هيا أوكي وأنا أحتاج خلال خلال أسنين خل خلال خلال أما عزب بيقول خلال يبقى خلال ينفع ينفع يا باشا هي مش بتطلع كاو ولا أفتحها كلها لا 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 والله إي يا جوز يعني افتح لحط الخضراء هي هي فتحها والله تجديني فرصة متخلنيش هفشل على الهوى هي هي هم مستعدة آي أنا حذبك خلال اتفضى مسك هالين نفضاك هنجيب المعلاقة الكاكاو المعلاقة الكاكاو أيوة مهيب أشواء بعدها نحطها في اللبن نغطسها كده نغطسها كلها مش هتكب بيها يعني ماشي مش عارفة نحطها دي تضغطها طب أسعدك مش عارفة طرف انت كلها تنزل طب هاتي انا ملاحظ ان انت ما الله 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 ماشي هي كده مبلولة مبلولة اهيك يعني فيها بوليك اه خليكما ساكها بقى حاضر يا فانت هنجيب الخلاء اهي هنحطها بقى في الكاكاو اللي في المعلقة اه اللي مبلول اضطها كده اضطها عند الحتة كده انت قبل لها الكتنية ايوه طب ماشي كلها معايا مش رادية تغطس يا اهو يا اهو تبقى حاول الكاكاو مش عايز يمسك في اللبن يا حاجة ماشي اهوه اهوه طب اكوب عليها اللبن طيب نجيب لبن كوب عليها برضو ها بصوا يعني عشان هو مش عايز الكاكاو مش عايز يعمل احنا لما نجيب الخلاء استانا 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 تستانا استانا ما حاول كده استانا بس والله يا بنت احنا علنا ناس مختارة اهو 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 رأيك بقى كده اللي تعمت المبلولة فنجيب نحط الخلاء لما نحط نخلها هتشوفوا إن هي بعد سفر التلاب المانا يا جماعة تبايا كده باينة شوف كده معزف أه يا كويسة كويسة طي يعني هي مش باينة قوي بس أنت ممكن تقربوها في البيت طب اشرحيلي بقى التقربة العلمية دي دي اسمها سرفستنشن أنا فاين بس أنا عايزة الناس تفهم اشرحي بقى بالعرب اللي كرمي أوكي طيب هو إحنا هنطلع فاصل ونرجع تاني وبعد الفاصل هنشرح لك التقربة طب ما تشاهد الوقت هنطلع فاصل ونرجع تاني ونشوف قلت عشان برضو المزيعة برضو هتمصمم على رأيك يعني خلص نطلع فاصل ونشوفه علاني الفاصل هنطلع فاصل ونرجع تاني رجعنا لكو تاني بعد الفاصل وانا دلوقتي أنا هشرحي بتجربة هنفشحها؟ انا عادي تبقى مركز من السنة شوفتش رحي بتجربة ولا لأ أشرحها ولا تحبت أي حاجة قبل مش رحها؟ ايه رأيكم في إعلان الفيلم؟ تبقى مركز من السنة شوفتش رحي بتجربة بحاجة قبل مش رحها؟ هيا تجربة حاجة اسمها سورفس تنشن يعني إيه سورفس يعني إيه سيرفس أنا أريد عربي قولي عربي هي اسمها سيرفس تنشن عربي بقى أنا أحب أقولها الإنجليش أنا أريد أفهم يا جماعة أنا أريد أفهم اسمها سيرفس تنشن يعني إيه إن الحاجة البودر مثلا الحاجة لما بتيت لأنها تتبل الطبقة اللي برا اللي تتبل لكن اللي جوا لقت يعني الطبقة اللي برا بتكون كته مبلولة أو نعمة لكن اللي جوا بتكون هي هي قبل ما تكون نعمة يعني قبل ما تنتبل إحنا مش هينا الجلدان متكون من كذا طبقة أكيد لما يقتصر إدينا الطبقة بس اللي بورة هي اللي بتتبل صح دي بقى السماس رفستنشن هااااا انت جبت التجربة دقينا بتحديدا ايهم Aha فيه差不多 لان اعلم صرف مع بعض من ضار pres نحنnu أولا ا�나 بحقيقي ان انت بتفاجئيني كالكل مرة واهل بقي ايه ان انت mother shPE لكن محط يعانين عالهوة كده بقي واللي حصل بدليل بدليل إن انا نفس معرفة الشيخ بدليل أنا بحييكي أن أنت بتفاجئيني بكل مرة وأحلى حاجة بقى أن أنت ما بتغشيشيش تقول لي أصلحنا نحط كذا يعني على الهوى كده بقى واللي يحصل يحصل بدليل بدليل أن أنا نفس ما عرفتش يغطس اللي بتاع في اللبن لأن لو كنا عاملين حسابنا كنا عارفنا نغطسه في اللبن من أول مرة بس أنا بحييكي أنت بتعملي التجارب مرة واحدة على الهوى حتى اللي في الستوديو ما عرفوش حاجة مش عارف يعني فيه ثقة كده شكرا في النفس شكرا منها إيه ده أنا طالع في التلفزيون يلا وأكبر قولي قولي شكرا يا مباركة وقالنا بقى الفيلم عجبكو العامة على الفيلم عجبكو طبعا أنت كنت عاملها فيه شغل هايل يعني شوفك كده بقى وانت ماشيش قدامهم بقى الماشهد ده بياخد مشاعري وراحيك بقى وانت بقى مش عارف بقى عاملت زي مش عايز أحرق الفيلم وأحمد وحله وحازم وماية وماية وطقة وميشو ورحيك وانا طبعا والبنات اللي كانوا معانا والولاد اللي كانوا معانا لا فيلم كبير الحمد لله بس انت كان إحساسك إيه وانت بالصوارف الشمس وقديك مربوطة بقى وبتاعة مش عارفة احساس الدمار احساس الدمار الذين يحاولون يكافانا فوقفك الفرحان قوي انه هو بيمثل الدور ده فا تعالين قولي انه انت كلمة من اللي هو اول مشهد فيه كلام اللي هو لما انا قلت جملة معانا وانت روحت إليها بس عايزين بقى بنفس الطاقة بتاعت الفيلم يا رب يعني رغمان نحن عادي في كيف ومدلعين لا لا هو هو هي كلمة بتاعتك وكلمة بتاعتي اوكي كان بتقولي ايه بتاعتي اه هكذا نعاكب متمردين اه هكذا نعاكب متمردين اه هكذا نعاكب متمردين الذين يحاولون يكافانا فلا جزاء لكم إلا الضمار ايها الضعفاء مين دولار الضعفاء ده احنا هكولكم بسنالنا وبردولارنا هتكون حرة يا خرابة على نبرة الست والإحساس يا ناس نجمة انا معي هنجوم يا جماعة الناس الله اكبر الله اكبر الله اكبر شوفي نبرة الصوت بتاعتك لسه انت محافظة عليها من يوم القفل انما انا هكذا نعاكب متمردين طبعا احنا عايزين نشكر الناس بقى اللي تعبوا معانا اوليها الامور يعني كتر خير كل اللي احنا عزبناكم في الشمس يوم كامل من ثمانيا للصبح يا عيني تحس اللي انا جايبهم بعقبهم بقى بطلع بقى كل اللي عمانينه بقى لقدتنا احنا كمان لا احنا بمثل بقى امال يعاني اللي وقفتنا في الشمس اللي تقدرين انت مش فاكر انت انت حضرتك يعني قصدي فاكر لما احنا نشينا ورحنا بالصباح ايوه اه وعايز اقول حاجة بس الاول الاول بقى احنا دخلنا بنعمل حاجة اسم اكتشاف فكتنا ورحيك الاول صح؟ وبعد كده ميشو وبعد كده انتي وبعد كده احمد وحازم وبعد كده حلا ومايا ايوه اللي دخلنا الاول كان معيك حلا ايوه رحيك اللي اطلعت معي اقول واحدة وبعدها ميشو جاه جاري بعديها بقى بعديها انا وحازم ومش فاكر مين كري واحمد اللي جاين اللي جينا جينا وراكو احنا الاخر ناس جينا لا الاخر اللي جم اه مايا اه مايا وحلا جم بعد ميشو صح؟ انتو اخر الاخر ناس طبعا كان يوم جميل احنا كنا بنبسط انما يعيني اولا الامور بقى اللي بتقولك الشبس حرق ايه اللي بتقولك الله يسامح يعني عذاب عذاب يعني فانا عايز اشكر بقى كل الناس اللي شاركوا في الفيلم وكل الاطفال انا فخور بيكو جدا جدا وبرابو عليكو انتو شطار يا جدعان وانشاء الله فيلم كبير اوي وعظيم وعظم اللي اللي بساتر الله طيب انا عايز بقى نكمل موضوعنا عن عن الموضوع ولا نطلع نشوف اعلان الفيلم تاني ونرجع ممكن اخشوف موضوعنا ما نطلع نشوف انا عايز اشوف يا جماعة طيب مانغا طيب نشوف يا جونمر gefلم تاني عشان عام مباركة ونرجع لك الذين يحاولون يكفانا فلا جزاء لكم إلا الدمار أيها الدعفة أموان ونحن نودي أمو؟ آه يا عبد كلنا نموت موسيقى أرجعنا لكم الثاني فاضي وشوفنا في الفيلم عشان كنا نعام بواركة عايزة أنا كنت عايزة تشوفه الصراحة كمان أنا وإنت لما عملنا المشهد الواحد كده أريسي لحي يعمل جزء الثاني بكرة طيب احنا هنكمل الموضوع بتاعنا والمفروض يا جماعة كنزي هتبقى موجودة بس كل ده جاية في المواصلات في اوبر يعني مش عارف بقى وقفين بالزبط فين بس هي وحظها بقى لحقيقتنا لحقيقتنا مع الحقيقتناش يبقى هي كما الحقيقتناش ولا يبقى مع الحقيقتناش طيب انت يرى اتبقى في اللي انا قلته في موضوع الاب والام وكذا حلو حلو ايوة يعني انت شايفة اللي انا قلته صح ولا هتضيفي حاجة عشان انا عايز اقول كلم كبير الصراحة اه صح 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 طيب انت شايفة بقى معاملة الاهالي دلوقتي او الاب والام للاطفال بتاعهم بشكل عام يعني اللي انت ممكن تكوني شفتيه كده بالصدفة اعمل ازاي وهل في موقف مثلا وقفت عنده كده قلت لأ ده ما ينفعش يحصل كده مش لأ انت طبعا مش دادية بحاجة انت مركزة في البرنامج وفي المدرسة او ميليجيش دعو بالعالم الخارجي اللي بيحزن لا اصلا انا مبخرجش كتير عشان الكورونا اه ربنا يسر ان شاء الله ان شاء الله طيب انا عايز اقولك بقى حاجة في القصة اللي انا احكيتها لك بتاعة الاب اللي كان طيب قوي بعد كده تغير وبعد كده توفى تمام ولاده لحد دلوقتي بيدعولوا يعني ان ربنا يرحمه وان شاء الله يعني يخش الجنة كويس ده بقى ليه هقولك بقى ليه يعني انا حتى لما سألت كل تلكم ما المفروض يعني يعملوا ايه معايا بعد ما يموت العارفة ليه هم فضلوا بيحبوه فضلوا بيدعولوا بالرحمة وي 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 ليه تفتكري ام عايشين او حاجة عشان لما عشان لما بقى عشان لما وفضهم واناوا كان لما يعملهم كويس وانا هم كانوا بيحبوهم وهو بيحبوهم ام فانا يعني شايفه عشان كده ده قبل بقى ما يتغير اه طيب اللي انا بقى عايز اقوله ان الحلو اللي عملوا معاهم قبل ما الظروف تغيروا أو حصل حاجة أو أي إن كان بقى حاوله من شخص طيب جدا بيحب عياله لشخص طول الوقت معاهم لشخص بيهتم بيهم وبمشاكلهم وبمدرستهم وبمش عارف إيه لشخص بعد لشخص ما معرفش يتعامل معاهم لشخص طول الوقت بيزعق لهم لشخص طول الوقت يقول لهم أصلا أنا مش عارف إيه لشخص ما بيجيش غير عن نوم ينام يصحى يمشي كده تمام ثم حدثة ثم توفى اللي عملوا قبل ما يتغير في الفترة القصيرة دي قبل الوفاء هو اللي زرعوا فيهم وهي دي الحاجة اللي موجودة فيهم لحد دلوقتي فاللي احنا عايزين نقوله يعني برضو هقوله تاني إن أسلوبك وتربيتك لولادك هي اللي هتنفعك وهتنفعك أب وهتنفعك كأم في الآخر خالص ودايما بنقول لازم نعمل حساب اللحظة اللي احنا هنبقى مش قادرين نجيب فيها كوباية المية وهيبقوا ولادنا مشغولين بحياتهم وبجوازاتهم وبعيالهم وي وي فطبعا لازم تعمل حاجة تخليهم هم قابلين وعايزين وراضيين إن هم يبقوا جنبك كأم أو جنبك كأب وهما مبسوطين وبيعملوا بحب عشان العملية دلوقتي بقت صعبة قوي صدقوني بقت صعبة قوي هم 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 قول بقول كلام كبير صح؟ ايه صح بص هو الفكرة مش في أن الكلام كبير دي حاجة يعني مش قصدي اللي أنا أقول كلام كبير أنت ما تفهموش لا أنا أنا حطوا أو قيلوا للناس الكبيرة اللي هي دلوقتي المفروض بتاخد بالها من عيالها والمفروض اللي هي بتربع عيالها نقفل بقى الموضوع ده عشان حسنتي مش فهمة أي حاجة كون اللي أنا بقوله طيب والليلي بقى أنا سمحت كده خير اللي هو خير اللي هو خير اللي هو خير اللي هو أكبر يعني إن انت كده في شهادة كده وفي درجة كده إقص ايه أصلا ما بحطة طلعون يعني طلعوا الشهادات بتاعت الترمي الثاني انا أخذنا بتاثل الأولانية بالترمي الأولاني والحمد لله نجحت الحمد لله وبعدها بقى إحنا النهاردة طلعوا الشهادات بتاعت الترمي الثاني طلعوا نحن نجيبها فأنا شوق يعني الحمد لله برضو نجحت لا بس أنا نجحتي كده بحاجة معينة إيه هي فوق المتوقع فوق المتوقع يعني إيه بقى فوق المتوقع اكسيد حلو قوي طيب دي حاجة نحتفل يعني ولا نام نهد الوقت يعني حاجة حلوة طبعا إنك تبقي فوق المتوقع دي حاجة حلوة جدا ودي حاجة أنا فخور بيكي اللي أنت عندك البرنامج بتاعك وبرضو في مدرسك مركزة وشطرة وبتجيبي كمان فوق المتوقع فبرافو عليكي وفكريني أجيب لك المنجة اللي قلتلك عليها بعد الحلقة أنا يا عمو بركات ما بحبش المنجة ما أنا هجيبه عشان أنت ما بتحبهاش فهجيب واحدة أنا أصلا ما باكلهاش هجيبها هجيب حتة كده قدي كده هجيبها المين؟ هجيبها هالك وانت يخديها هقولي ما باكلهاش الدي هالي بقى أنا أخلها فما لعني فيكة ما تشتري حضرتك وانت تاخدها بأكله إزاي والجمايل؟ لازم بقى فيه جمايل مش واحدة نكحة دلوقتي وجايبها نتيجة فوق المتوقع مش لازم أجيب لك هداية وأجيب لك حاجة حلوة أنا يا عمو بركات أنا ملاحبش المنجة ما ما أنا هجيبها لك برضو ودي هالي بس هبقى جبت وعملت وصرفت وتعبت تعبت حضرتك ممكن تجيبها وتاخدها لنفسك والجمايل الجمايل مش لازم أعمل معاك يواجب يعني حدثك يعني ما يفعش تقول لي مثلا مبروك مبروك بس أجيب لك حاجة برضو أمان لما أنجح مش لازم أنت تجيبي لي حاجة بس هجيبي لي حاجة طبعا تدالي أي حاجة أجيبها أنا بحبها لو ما بحبهاش أحبها أي ملهاش بتاعها باعة يعني مش هستخدمها باعة عمو بركات انت عايز يعني مش هعارفة أقولك انت عايز تجيب حاجة أيوة و لو هي مش عاجبك أنت تاخدها لو هي مش عاجبك أخدها أنا بقى أمال طبعا نودها فين بس أدور بقى الحاجة اللي أنت مش عايزها يعني عشان أضمن اللي أنت تقولي والله ما محتاجها فأخدها انت خيالي بقى آه يعني أنت عايز تاخدها أمه ما ماليه؟ ما ماليه إذا أجيبلك منجل طبعا ما تجيبها لك لحضرتك؟ الجميل بقولي أحنا نود الجميل فين مش لازم نعمل معاك يواجب وجميل الجميل خلاص الجميل مش لازم أن حضرتك تجيب لي حاجة ممكن تقولي مبروك لا مبروك حاف لا احنا مش بتربيناش عليك احنا تربينا ان حد عمل حاجة حلوة انكافئ ونجيب له حاجة حلوة طيب اوكي في حاجة تاني ما بتحبهاش غير المنجة عشان بس اني بعارفيني اتشاريبه قدامنا اختيرات طب هو ليه حضرتك ايه يستربل حاجاتك اللي انا ما احبهاش عشان اجيبها لما تجيبها اخوة ده بقى تاني ما انتش بتحبيها بس الجمال يبقى حاصل عملنا جميلة شوفي كده شوفي تدوري كده انك انتلاقي حاجة حلوة ما تحبهاش نجابها انا شوفي شكرا اني امو باركت لا لا شوفي هديك عناية اللي انت عايزة اجيبه لك اللي ده انت نكحة وجايبة فول متوقع اللي انت عايزة اجيبه لك بس شوفي حاجة انتوا بتحبهاش كده ولا لحقتين ونختار بهنه لا لا انا لو انا مثلا مثلا قلتلك ان انا لا يحبش اللبن اتاخده برضو انا كمان ما بحبهش شوفي حاجة دارية بس اللبن جميل ده اللبن القهوة باللبن مثلا كوباية اللبن مع الشكو دودو بتبقى يعني الله اكبر الشكو ايه؟ اكله كده يعني ما علينا ايوه ايوه هو ده ماشي بس اللبن راح اجيبلك كيلو لبن يعني لا شكرا انا مش عايزة احنا عندنا لبن كدير ماشي سيبك بقى من اللبن هاي ايه تاني ما علمش شوفي ما بتحبش ايه تاني خلينا اجيبهولك والله ما احرمك من حاجة اللي انت عايزة بانت اجيبولك انا انا مش عايزة حاجة يا عمورة شوفي اللي انت عناية لا اطلبي طب لو انا طلبت عانيك هتطلقها لي ازاي بقى لا ما عندي بقى دي عندي بقى دي عندي يعني عندي اعتبرها عندي دي و اعتبرها وصلت شوفي كده عايزة مثلا طيارة طيارة زي يعني اجيبلك طيارة بمئتين جنيه في العتبة عمر اصلا عندي ذالق بتطيارة برضو شوفي اللي انت عايزة يجبوا لي انا شوفي حاجة عناية بقولي اديك عناية طي لا افكر او افكر و اشوف شوفي اللي انا حاجتين تلاتة كده كنت انا بحبهم برضو يعني كنت مش بتحبهم انا بحبوك يعني عشان بس ايه بقى فيه بالنا تعاون انا محبش القهوة انت بحب الأهوة طبعا خد القهوة لا بس اروح اجيب لك فنجان قهوة ايه الهداية في كده احنا عايزين حاجة كده تتجاب حاجة كده انزل وصرف واتعب واجيب حاجة الهنة الفنانة الاعلامية الشطرة اجيب ازاي ازاي ما اقدرش نجاحك ومجهودك وشطرتك فيها جدعان الشهامة راحت فين والرجولة راحت فين شوف اي حاجة ما بتحباش يا بابا تجيلك لحد عندك لحد بيتك عيب عليك عيب انت نجحة متفوقك نازمة ان نحتافل بك ايه شوف امور يطلبي شوف نفسك في ايه ونجيبه بس كنت ما بتحبوش عشان اغضفه او نديل اي حد او نبيه ايه 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 السؤال الاحراق ده ايه رد عايزي اتبتهرب من القضية بتروح القضية تانية اه طي عشان عشان خلاص انا عرف انت محرجة لان عارف انت عايزة ايه انا شعرج انا انا شعرج انا عارفه اتعايزة هايريبه يقولك يا سدتي طب انا عايزك تغني لا ده مين يا غششك bagus قال لي خليه لا انا عايزك ليو اللي قال الي خليه غ potent المين الي قلي اخلي riot عايزين ده انا عقول لك ما أحبش أغنية أي أغنية عربية يبقى نغني أغنية عربية بس يعني غني حاجات غير عمرو الدياب وتمر خاص بك اغني لك حاجة كده من الزمن البعيد من المبارح مثلاً أو أول المبارح هو أحمه بك أنزل إيه من يومي يا ربي أعيش أفلك حاجة كده أصيلة أعيش أغني مهرجان أملا أغني إيه خلاص أغني مهرجان لا ما أحبش المهرجان أوتو الله طيب أتغني إيه ما أنا أفكر مش لا إيه طب أغني لك حتى من الأغنية بتاعتي مش آه بس رابي معلمي اتفضل طب أسمعك أمي كم الأغنية اللي عندي الكتير بس أنت عندك أغنية يختار أغنية كده أو أغنيها أصي كلهم مولاد كل الأغنية دي ولادي وكل أغنية بحبها أنا عايزك تختار لي أحد آه آه يا بنتي شوفي كده دورك كل الأغنية بتاعتي رابي أحبها أنت شوفي شاوريلي على مثلا قولي دي يعني مثلا في آه غني الشوكولاتة الشوكولاتة آه ما معنى الشوكولاتة دي اللي جاسب نغذي لأ ماشي لأ أحنا عايزين أغنية رومانسية طب جيب ألي أغنية أنت عايزة طب ما تستني ببدور في المقلبة بتاعتي حبيبتي عايزة؟ حبيبتي عايزة تفرح تغنيها؟ حبيبتي عايزة تفرح حبيبتي عايزة فوتية الفرح مش هيكمال الفرح وقف عليه لأ دي أغنية أفرح انت عارفة أني ماشي مبارح وإحنا بنسجل ليده جاي حافظي أغنية حبيبتي عايزة تفرح دي ماشي الصدمت الصدمت صدمت الفنان لما بيتصدم في فنان مثله لأ بص أنا عايزة أغنية لك إيه؟ أنا حاسب أن أنت هتنمه أنت عايزة آه أنا مشيش أول ما جيت لتوك أنا عايزة نام أنا مورك آه طب سأل كده كنزي جات كنزي جات؟ لأسف لأ للأسف لأ طيب يا كنزي انت فين يا كنزي هتخلينا أغني وأنا بحبش أغني بكسف أغني لك أغنية رمضان ماشي لا بس ده الرمضان عدى بقى يعني رمضان عدى لا أغني أي أغنية استهلا بس اختار واحدة يا رمضاني الشوكولاتة طب أغني لك الشوكولات أنا كنت عايزة أغني لك لا بجد أقول أغني لك أغنية أغنية رمانسية بما أنك أنت نكحة بقى ومتفوقة لا أحنا نغني الشوكولاتة طيب خلاص بس غني معي لا لا غني معي غني معي غني معي غني معي يلا جاهزة أولي نسري 2 أكشن عشان نبدأ 3 2 1 أكشن عايز الشوكولاتة الشوكولاتة بتاعتي أكلها تاتا تاتا أكلها برحتي عايز الشوكولاتة الشوكولاتة بتاعتي أكلها تاتا تاتا أكلها برحتي الشوكولاتة من نسبالي سبب السعادة اللي في خيالي شوكولاتة في التلاجة ما بيفرقش معي حاجة يلي مزعلني خلي بالك مني بالشوكولاتة تقابلني انت اكيد فهمني اوعى تقول لي بعدين شوية شويتين لاي لا لا لاي ده انت اللي عايزة تغني بقى انت اللي عايزة تغني ومركزة اللي انت تغني طيب اغنية الشوكولاتة الاصعب في تصورها لما صورناها لان تقريبا دي خدت نفس الوقت بتاع الفيلم صح وما الاتنين برضو نفس الوقت ولا الفيلم اصعب وليه الفيلم اصعب عشان احنا حطينا مجهود فيه كثير والان الناس عايزة تعرف يعني اما مجهود افرت بالانجليش يعني وان احنا صورنا يعني الساعة تمانية الصبح ومعرفش قادم من تمانية الكام يعني وان احنا صورنا في الجبل وكان فيه شمس جمدة وان احنا صورنا من غير ميكات يعني كانش فيه ميكات متوفرة يعني في الوقت ده يعني ميكات كانت رايحك فيه يعني ميش فيه عشان الصوت يكون اوضح طب ما احنا معانا مايك بقى بياخد الصوت غير اللي احنا نابسينه ده 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 غير هو يعني هو لو كان معانا مايك ان هيكون اح過來 يعني هي مشيوقف على مايك هي واقف على حاجات الترفي. ايه 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 واقي الحاجات الترفيما ان احنا صورنا في شمس في الساعة تمانية الصبح وفي محمية والكلقة و بقيت الحاجات اللي انا قطع طب ايه الاقرب لك يعني ايه اللي انت ان عارف اللي انت الآن مش شفتش الفيلم كله بس حاسة ايه اللي انت عملت فيه حاجة حلوة مش عارفة ايه الا يعني طب هقولك الحاجة ايه اكتر حاجة من الشغل اللي احنا عملناها سواء بقى فيديو كليب بغنيت رمضان او الشوكولاتة او الفيلم او الاعلان او 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 ايه اكتر حاجة قلت بينك و ان نفسك يعني ايه يعني ايه انت فهمتش دي لا يعني انا حلوة في ده يعني انا عجبني اللي انا عامله في الفيلم او في الكليب او في الاعلان او 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 لا هو مش انا بس هو بقيت صحوبي اللي في الاكتدمية برضو حطوا مجهود كتير يعني اكتر حاجة انا حطيت ان انا صحوبي اللي معايا في الاكتدمية اللي حطوا فيها مجهود كتير الفيلم ماشي تع فلسطين حلوة حلوة ما كلنا حطينا مجهود بس انت ايه يعني او سألت مثلا حد اقوله او اكتر حاجة عملتها انت شايف نفسك قديت كويس ومركز وانت حبابها كمان يعني حبيتها لدرجة اللي هو قلت بيني وبالنفس انا فنان فيها الاغاني والفيلم الاغاني والفيلم طب اغنية رمضان احسن من نسبالك ولا اغنية الشوكولاتة لا ولا اتنين احسن يعني الاثنين احلى من بعض يعني امش عارفة اقايت في حاجة ولا ايه طيب انا من نسبالي انا اسكى طب انت اسكى صح والله احركتيني يا بنت طب انا اقولك الحاجة طبعا اغنية الشوكولاتة فكرة وشكل وقصة وانت عارفة ان اغنية الشوكولاتة مستورة قبل اغنية رمضان بكتير طيب يا عم مباركات ايه انفقلك حتى اقولي واحنا للأسف ما تقوليش ما تقوليش لا لا فاعنا احنا يا رب ضيكون دي الحلقة دي عجبتك جدا ونشوفك الحاجة الجاية طب انا اقولك حاجة بلما اناقفل اتفضل حاجة واحدة انا عايز اقولك شكرا وكانت حلقة جميلة وطبعا نسينا اندخل مكالمات تهم معل صح ؟ الحلقة اللي جاية يبقى فيها هو مكالمات لان احنا أصلاً النهاردة جايين وكان في تصوير من كم مش عايزين نقولك ظروفنا بس احنا بنحبك وشكراً ومبروك يا أنا باي باي